السلام عليكم ورحمة الله ازايكم وتابعين الكرام عاملين ايه يا ربي دايما تكونوا بخير اول خبر معايا هو رد امي سامير غانم بعد لبسها الحجاب وهنشوف فيه ردته قالت ايه والخبر التاني هو عن الفنان الجميل حسين فهمي وانهياره وانزعاجه بسبب اشعاعات كتير وهنشوف تفاصيل حالته الصحية صلوا معايا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونبدأ باول خبر صارت الفنانة امي سامير غانم الجدل بعد انتشار صور بالحجاب لها وظهرت وهي بترتدي عباية سامرة وما لابس عليها حجاب وبصراحة كان شكلها جميل جدا الناس كلها في وقتها قالوا انها خلاص اتحجبت وهي فعلا انتنشر على صفحتها الصورة بالحجاب ومكتوب عليها ادعولي بالثبات وانها خلاص هتعتزل التمثيل وخصوصا ان هي ما قدمتش حاجة في رمضان الماضي ولا حتى رمضان ده قدمت حاجة فكمان ده خلى الناس تتأكد ان هي فعلا اعتزلت ولكن هي طلعت وردت على الناس وقالت انا ما لبستش حجاب يا جماعة وما تصدقوش اي اشعاعات يا جماعة دي صورة قديمة من كواليس عمل فني وانا ما بحبش الانزعاج من الحاجات دي وبنزعج جدا وانا لم احيد علشان البس الحجاب وبصراحة رأيها وردها كان مستفز جدا لان انتي مش هتزوادي الحجاب ولا هتنقصيه بالعكس انك تلبسيه ربنا هينعم عليك بقى قرم كبير جدا وهي قالت ان الصورة دي انا لبست الحجاب كام يوم بعد وفاة حماتي اللي كنت باعتبارها زي والدتي ولكن انا ما تحجبتش ومش ناوية اتحجبه وبعدين صدقوني هي ممكن تكون هي اللي عاملة الحوار ده كله علشان تطلع بس ترند والناس تعرفها وخصوصا ان الاضواء مختفية عنها بقى لها كتير ومحدش بيجيب سيرتها وخير مجرد اشاعات انها تفصلت قبل كده عن جزء وبرده طلعت وردت عليهم وقالت انا مش ههتم لكل الشائعات فعلا في حساب والحساب ده بتاعها واتنشر عليه المعلومات اللي قلت لكم عليها ولكنها طلعت ونفت كل حاجة وقالت انا لم احيد عشان الابسه ربنا يهديكي مش هقدر اقولك اكتر من كده دخل بقى على خبرنا التاني وهو عن الفنان الجميل حسين فاهمي اللي بجدت بقاله فترة كبيرة جدا فيه جدل حوالين حالته لكن كمان اخوه طلع واكد ان هو كان بمر بازمة صحية ونفسية شديدة من بعد وفاة عزة العليلي ولكن كانت حالته تحسنت ورجع بكمل تصوير فيلمه الفارس مع احمد زاهر ومن ايام بسيطة جدا دخل المستشفى تاني كان الموضوع ده بعد وفاة يوسف شعبان هو دايما احساسه مرهف بحكم عشته اللي كلها طرف ورهف وطلع وفعلا سألوه في برنامج ايه هي وصيتك يعني من ضمن الكلام انت ايه الحاجة اللي تتمنى تحصل وصية ام قال ان انا اتمنى ان السيدة اللي انا كنت متزوجها اللي هي كانت كفيفة سيدة اعمال سعودية كانت جاوزة كفيفة وكان اخد منها في القسة وترفع قضية هو نفسه اعترف بالموضوع ده وبقال اتمنى انها تسمحني ودي من الحاجات اللي بتتعبني نفسيا جدا اخبار كتيرة طلعت عن اصابته بالعمل اخبار دي يا جماعة مش صحيحة بالمرة هو اه دخل مستشفى الامراض النفسية والعقلية اتعالج لمدة ايام بس هو كان مجرد اكتئاب او حالة نفسية بعد وفاة الناس اللي هو بيحبهم بعدها ربنا شفاه وعفاه وخلاص طلع تاني من المستشفى وكان لي حوار صحفي قريب جدا اثناء تصوير فيلم الفارس ولما اتسأل عن كل الاشعاعات اللي بتطلع عن وفاته قال على فكرة الاشعاعات دي تتعبنا نفسيا اه احنا بنزعل على وفاة الناس اللي بنحبهم ولكن احنا ما بنحبش سيرة الموت ولا بنحب حد يقول علينا ان احنا توفق يعني توفق او كده هو وكمان قد لا بتصريح قال انا اكتر الحاجات اللي بترعبني هي سيرة الموت انا ما بحبش اسمحها كل اجل انكتاب والموضوع ده لا مفر منه يعني كده كده جاي فنان حسين فهمي يعاني بس من عدة مشاكل صحية بسبب تقدم العمر ومش اكتر من كده وهو حاليا هيرجع تاني يكمل تصوير فيلمه مع احمد زاهر وكمان قال انا حابب يكون بشتغل مع احمد زاهر علشان اسنده في اول بطولة مطلقة ليه طبعا احنا عارفين انه هو ما بقاش باخد ادوار بطولة بس بيحاول ساعد النجوم الشباب ربنا يديم عليه الصحة والنعمة والتوبة باذن الله ويسمحوا لو كان اخطأ في حاجات معينة كلنا خطائين بس ربنا غفور رحيم بشكركم جدا متابعين الكرام على حسن المتابعة وعلى الدعم شكرا جدا لحضراتكم استنوا مني كل جديد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته